جامعة آيدن الخاصة الموجودة في مدينة اسطنبول والتي تعتبر من الجامعات المحبة جدا لطلب العرب دعوكم معنا لتعرفوا كل التفاصيل مرحبا كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك وتفعلوا زر الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس أيضا لأنه كلما دعمتونا أكتر كلما وصل الفيديو لطلاب أكتر وكلما استفادوا كثير ناس بإكمال دراستهم والاستقرار بحياتهم القادمة اليوم رح نحكي عن جامعة محببة جدا بالنسبة للطلبة العرب أسباب كثيرة جعلتها وحدة من هالجامعات اللي كثير من الطلبة العرب عم يجوا عليها بداية تعتبر الجامعة من الجامعات اللي تتميز بأنه شهادتها معترف فيها في دول الاتحاد الأوروبي إضافة أنه الكادر التدريسي الموجود فيها يعتبر واحد من الكوادر المميزة ومتعاقدة مع أكتر من 450 جامعة دولية حوالين العالم أيضا موقع جامعة آيدن في حي فلوريا في مدينة إسطنبول الجامعة قريبة جدا على محطة المترو قريبة جدا على مطار أتاتورك قريبة جدا على ساحل أو شاطئ إسطنبول جعلة وحدة من الجامعات المحببة للطلبة العرب أحد ميزات جامعة آيدن أيضا أنه بتقدم للطلبة السكن بشكل مريح جدا فالسكنات في جامعة آيدن فيها صالات استقبال للضيوف فيها مطاعم فيها صالات مشاهدة التلفاز فيها مكتبات فيها غرف مزودة بحمامات طبعا وسرير وطاولات للدراسة وخزن وملابس وجميع التفاصيل التانية هذه الشغلات كلها بتخلي الطالب يشعر بالأمان والراحة أثناء فترة دراسته والسكن أيضا السكنات الكبيرة وفيها أكثر من 600 طالب محلي ودولي متوزعين على تقريبا 300 غرفة جامعة آيدن تأسست عام 2003 وأيضا من أهم الميزات اللي موجودة فيها أنه حاصلة على اعترافات عديدة بالدول العربية وأهمة كل من جمهورية مصر العربية والأردن بهذه الجامعة معترفة بكل من هالدولتين العربيات والعديد من الدول العربية التانية ولكن بشكل عام مصر والأردن مع اعترافاتها بالجامعات التركية ما هي كبيرة كثير لهالسبب أيضا تعتبر جامعة محببة للطلب الأردنيين والطلبة المصريين أيضا والجامعة بتساعد الطلاب بإيجاد فرص العمل بعد التخرج منها طبعا الجامعة بتحتوي على إدارة شكلية وعدد من المعاهد العليا بيصل تقريبا ثلاث معاهد للدراسات العليا وطبعا بتدرس بكل من اللغتين التركية واللغة الإنجليزية طبعا جامعة أيضا مثل ما ذكرت لكم فيها العديد من التخصصات وأسعارها أيضا مدروسة جدا فرح نحكي عن شوية تخصصات أساسية فمثلا كلية طب الأسنان باللغة التركية قصط السنوي هو 14 ألف دولار وباللغة الإنجليزية هو 17.500 ألف دولار هاي بالنسبة لكلية طب الأسنان في عنا أيضا كلية مثل كلية الحقوق فالحقوق سعره السنوي طبعا باللغة التركية هو 4500 دولار سنويا كلية العمارة باللغة التركية 5000 دولار سنويا العمارة الداخلية 5000 دولار سنويا أيضا باللغة التركية بالنسبة للكليات الهندسية فعنا هندسة الكمبيوتر باللغة الإنجليزية قصط السنوي 6000 دولار كلية هندسة الكهرباء والإلكترون وإضافة لكلية الهندسة الصناعية باللغة الإنجليزية ومثل هندسة الكمبيوتر قصة السنوية ستة آلاف دولار أمريكي في عنا هندسة المدنية باللغة التركية سعرها ستة آلاف دولار بالسنة ستة آلاف دولار بالسنة باللغة الإنجليزية وباللغة التركية أربع آلاف وخمسمائة دولار بالنسبة للهندسة المدنية باللغة التركية متوفر أيضا هندسة الميكانيك باللغة التركية بستة آلاف دولار عفوا باللغة الإنجليزية بستة ألاف دولار وباللغة التركية بأربع ألاف وخمسمائة دولار إضافة لهندسة البرمجيات أو هندسة البرمجة باللغة الإنجليزية فقط بستة ألاف دولار وعندنا أيضا أفرع تانية مثل تخصص التغذية والحمية بالجامعة بأربع ألاف وخمسمائة دولار باللغة التركية طبعا تخصص تنمية الطفل بأربع ألاف وخمسمائة دولار باللغة التركية أيضا بالنسبة لكلية الطب البشري بجامعة آيدن فاللغة التركية فيها 16 ألف دولار واللغة الإنجليزية فيها 19 و 500 ألف دولار سنويا والعديد من الأفرع الثاني اللي راح أترككم إياها بصندوق الوصف لحتى تقرأوا عنها أكتر وأكتر مثلا في فرع هون علم النفس بـ 4500 دولار سنويا باللغة التركية في حال كان عندكم الرغبة بأن تجلوا على جامعة آيدن عن طريق مركز الخوارزم الأكاديمي كل اللي عليكم من تتواصلوا معي عن طريق الرقم اللي راح يظهر على الشاشة حاليا وتبعتوننا كل من الشهادة الثانوية صورة جواز السفر وصورة شخصية وصورة عن كشف العلامات ونحن نقدر نحصلكم على القبول بأسبوعين أو ثلاثة بالكتير في حال كان عندكم أيضا أي استفسار آخر فيكم تتواصلوا عن طريق الرقم نفسه وتحكوا معنا وتنقدم لكم كل الخدمات اللي بتحتاجوا مجرد ما تجوا لتركيا انتظرونا بفيديو جديد راح نعرف فيه عن جامعات أخرى يا أهلا وسهلا فيكن سلام ترجمة نانسي قنقر